الرئيس السيسي يؤكد أن مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق وشعبه ويحافظ على أمن واستقراره رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي بإنشاء مشروع سكاني بالمحافظات على غرار الأسمرات وبشائر الخير انتخاب وزيرة الصحة لرئاسة الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط موجز الهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيا اليوم وزيرة خارجية جمهورية العراق وذلك بحضور وزير الخارجية والسفير العراقي بالقهرة كما استقبل الرئيس السيسيا رئيس التنفيذي لشركة إينيا الإيطالية للبترول وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المزيد في سياق هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور فؤاد محمد حسين وزيرة خارجية جمهورية العراق وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور أحمد نيف الدليمي السفير العراقي بالقهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقية نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه السيد مصطفى القاظمي رئيس الوزراء العراقية تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصري الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية كما ثمن وزير الخارجية العراقية الدور المصري الداعم للعراق الذي يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي خاصة فيما يتعلق بمواجهة تحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي معربا سيادته عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو أفاق جديدة ومتنوعة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق ومؤكدا سيادته على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي وأن مصر داعمة لكل ما من شأن أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعضة ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنصيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وبما يحقق أمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد أليزاندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة إني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إني في مصر بمجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج بقطاع الغاز والبترول وقد استعرض رئيس شركة إني مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية مشيدا بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من السيد الرئيس الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطة مصر وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم وفي هذا الصياق أعرب السيد الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر خاصة في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل لصالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني إلى جانب سعي مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة موجها سيادته في هذا الصياق وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتسهيل نشاطها في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة الإيطالية عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس بإنشاء مشروع سكاني حضري متكامل الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي الأسمرات وبشير الخير وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا في إطار تحسين الواجهة الحضرية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمات بها ترأست الدكتورة هلزايد دا وزيرات الصحة والسكان صباح اليوم اجتماع الدورات السابعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمات الصحة العالمية لإقيم شرق المتوسط وذلك بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسا للدورة التي تعقد إلكترونيا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلي رفيع المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة مايرس كورونا وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر استقبل مشيخه وابناء قبائل البشرية والعبابدة بمدينة حلايب وأبو رماد وشلاتين مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحب كبير وحمل شباب القبائل الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب وقال أعضاء التنسيقية للأهالي بأنهم جاءوا على الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب لعرض برنامجهم السياسي على أبناء مصر لفتين إلى أن التنسيقية ستكون على اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين على دعمهم للرئيس السيسي ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة وأشهد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب وقدرة شبابها على مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بموضوعية كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة أعلمكم بخير وإلى اللقاء